اشتركوا في القناة محنة حسد إخوته له وبسببه ألقوه في البئر فقد حسدوه على مكانته من أبيه وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وقد ألقوه في البئر ليلتقطه بعض المرة وجاءت قافلة فاستخرجوا يوسف من هذا الجب بحبل السقاء واستبشروا عندما رأوه وأخذوه ليبيعوه في أرض مصر وباعوه إلى العزيز فأخذه العزيز إلى قصره وانتقل يوسف من ظلمة البئر إلى نعيم القصر وشتان ما بين ظلمة البئر ووحشته وبين نعيم القصر وملذاته المحنة الثانية محنته يوسف محنة يوسف أمام امرأة العزيز عندما عرضت فتنتها عليه لتغويه وتوقعه في الفحشاء والله لا يحب الفحشاء قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فامتنع يوسف وهرب منها إلى الباب وهي تسعى وراءه حتى أمسكت بقميصه من شدة سعيها فخرقته ليكون ذلك دليلا على براءته من فتنتها إذ وجد العزيز عند الباب وكيد النساء عظيم فاتهمت يوسف أنه راودها عن نفسها فأنطق الله صبيا ببراءة يوسف وأن الدليل هو خرق القميص فلو كان الخرق من وجه القميص لكان يوسف متعديا لكن خرق القميص من الخلف مما يدل على أن يوسف بريء وهي المتهمة وهذه محنة عظيمة من المحن التي تعرض لها يوسف المحنة الثالثة هي محنة السجن وما لقاه يوسف عليه السلام داخله من غربة ووحشة وسبب السجن هو كيد امرأة العزيز فقد حددت يوسف بأنه إذا لم يستجب لإغوائها فستسجنه قال تعالى حكاية عنها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا فدعى يوسف ربه أن ينجيه من فتنتها وأن السجن أحب إليه قال تعالى حكاية عنه ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وهذا من كمال الإيمان في نفسه أن يفضل السجن ووحشته وعذابه وألمه على الوقوع في الفاحشة ودخل يوسف عليه السلام السجن يدعو إلى الله ويعبد الله سبحانه وتعالى فازداد أجره وارتفعت مكانته عند رب العالمين وصبر فأثابه الله على صبره منة عظيمة المحنة الرابعة محنة المنصب إذ صار عزيز مصر وصمد يوسف عليه السلام فكانت محنة سراء وبعض الناس يصبر في محنة الضراء لكن لا يصبر في فتنة السراء لا يصبر على فتنة المال وعلى المنصب والجاه وقد نوع الله على يوسف أنواع المحن فخرج يوسف نقيا وثبت في هذه المحن كلها ليكون قدوة لمن بعده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر